اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم مرة اخرى قال يسوع انا هو نور العالم بتعرفوا لما منبعث يمكن في البداية بعض يعني منبعث عن الحلقة على اساس انه تشاهدون في الحلقة القادمة وبشوف في كتير يعني تعليقات فيه تعليقات حلوة وفيه تعليقات اللي هي عبارة عن هجوم لكن انا بعتقد انه معظم الناس اللي بتهاجم يمكن محتاجة تعرف شوي اكتر خلفية عن الموضوع يعني واحد بيكتب بقول كيف تؤمنون بكتاب كتبوا العديد من الكفرة من قالك انه كفرة واباحوا فيه المنكرات والقتل حقيقة القتل المسيح اباح القتل وابيح القتل في الكتاب المقدس الظاهر انت عم بتلخبط بين الكتب وطبعا بيحللوا الخمر والاقمار والخنزير وبيتكلم طبعا عن وضوء ودخول الاحزية للكنايس الاخيرة عم بهاجم الجواب بسيط جدا اللي كتب هذا اللي كتبوا الكتاب القرآن والحديث بيوصفهم الحواري اللي هم الأطهار مش كفرة شيء تاني الكتاب المقدس لا يبيح بالقتل القرآن يبيح بالقتل شيء تالت انت لما بتكلم عن مظاهر التدين اقرأ انا بدعوك انك تقرأ عزة المسيح على الجبل كان اليهود متدينين كتير مش شوي صدقني وعرف المسيح عالج هذا الموضوع اللي من جوه هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني جدا لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فالمسيح كان يهاجم كل اشكال مظاهر التدين الخارجي اللي ما فيه تأثير ولا اي فاعلية يعني بس مجرد تدين خارجي فلما بدك تهاجم على الاقل اقتبس الاشياء الصح مش مجرد كلام وتفكر انه لما بتفلت كلام يعني كأنه هذا هو الشيء المقنع فانت عم بتدين نفسك بالعكس وعم بتلخبط حالك اقرأ الكتب قبل ما تعطي هذه الاعلانات والتصريحات شو بعلم الكتاب المقدس اشتركوا في القناة